وقت كتير لما كان بيبقى موديل فني المنتخم مصر هو مدير فني وطني يعني يقول لك الاتحاد هو اللي شكل الجهاز المعاون ويبدأ بقى يتنقى كده ده أهلاوي ده زمال كاوي حطه واحد اسماعيلي مش عارف ايه فكرة ان الكادر حسام حسن تقريبا جاي بجهازه المعاون بالكامل تقريبا يعني ممكن واحد او اتنين اللي تضافه دي شايفه نقطة ايجابية ولا لا والله يبصي طبعا مش قصة اهلاوي وزمال كاوي ولون التشارت وده عايز يجيب ده يعني طبعا هو الجهاز اللي موجود مع كابتن حسام كلهم خامط كبيرة واسماء كبيرة كابتن ابراهيم حسن كابتن طارق سليمان الاسماء اللي انا اسمعتها كابتن سعفان الصغير كلهم مدربين كبار وعدوا على مراحل وخبرات تدريبية ومسكوا اندية كبيرة فقدروا ان هم يخدوا التجربة دي بشكل كبير جدا مع كابتن حسام حسن يقدروا طبعا انما في الطبيعي وفي المنطقي ان انا في المنتخبات انا ما بجيبش جهاز ان انا اختار الناس اللي انا عايزها لا انا بقدر اختار حد يساعدني وانما اقدر اجيب لان مصر بتبقى فيها كفاءات ما تنفلش الموضوع على ان انا جاي بجهازي ده موضوع جديد على الكرة المصرية والشكل الجديد للكرة المصرية ان انت تيجي تقول انا جاي بجهازي او جاي بالناس اللي جاي معها لا طبعا بتبقى فيه أمور من حق اتحاد الكوراة أنه هو يصنف المدربين ويختار المدربين ويرقم المدربين وبناء عليه يتم عرضه على المدير الفني طالما أنت عند القناة عن المدير الفني أنا مش بكلمة على كابتن حسين بس عموما أن المدير الفني أما بيجي يتولى هو يختار من الأسماء اللي أنت بتترخل بص رغم أن رأيك ده محترم جدا ومنطق جدا بس دائما بحس أنه المدير الفني في أي مكان في العالم منتخب أو فريق من حقه يختار جهاز المعاون من الألف لليه عشان هو اللي هيبقى مسؤول انتعرف إحنا يا ما سمعنا عن فقندية ومنتخبات ييجي يقولك والله أصل فيه مشكلة فيه الجهاز المعاون فيه مشكلة مع المدير الفني فيه أزمة فيه مش عارف إيه وتسمع على كده يقولك إيه هنمشي فلان من الجهاز المعاون عشان عمل مشكلة عند المدير الفني فالمدير الفني ييجي حتى لو جهاز المعاون ده إحنا من بره ممكن نقول والله كان فلان أحسن أو فلان ممكن يزود أكتر هو يبقى مسؤول عن الجهاز المعامل أنا مش معاك في ده كريم بالأخص في حتة المنتخب يعني حتة المنتخب دي أنت بتشوف أفضل الكفاءات اللي موجودة بتشتغل بيها يعني أنت النهاردة موجود كريم أنت من حقك كمدير فاني تجيب مساعد معاك اللي هو مختص بالشغل الخاص بيك وبشغلك وبالترتبات اللي أنت بتوفرها إنما فيه أماكن في الجهاز دي أماكن منفصلة في الشغل مش مندمجة بشكل كبير في التدخلات العمل مع أن أنت مثلا ما تشرطش على أياه مثلا أن أنا عايز أعلم كريم صغير في السن ما تشرطش على أياه أن أنت تجيب حد بعينه أنه هو اللي يتعلم لأ أنا كان من حقك كالتحاد كورا خلاص أنت جبت حد كبير معاك بيساعدك أو أنت بتصق فيه جيب حد صغير أو اتنين يقدروا يتعلموا منك وياخدوا خبرات ويكتسبوا عشان أقدر أعمل جيل جديد من المدربين لأنه مش هيفضل أي مدرب أو أي مدرب فني وبالأخص في الحتة بتاعت المنتخبات هيفضل شغال طول الوقت لأ بتشوف أجيال بتيجي وأجيال بتطلع وأجيال بتكبر ودي سنة الحياة في كورة القارج صحيح